قرار الاقفال العام والذي شهد التزاما متفاوثا في المناطق اللبنانية بعض المناطق التزامت بنسبة 90% وحتى اكتر وهناك شوارع ومناطق اخرى وصلت نسبة الالتزام فيها الى 0% على سبيل المثال في شارع الصبرة الرئيسي الذي دخلت اليه بلدية الغبيري وصطرت عدد من محاضر اضاف بحق المخالفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة كل الدول بالعالم قررت تبني خطة يتكافح فيها كورونا المرض الخباث اللي مستشري بكل العالم بسواد مثلا قرروا يعتمدوا خطة مناعة القطيع يعني كشكزوا بعض وزي ما تيجي تيجي وبالصين قرروا يعملوا حذر كامل يعني يزربوا العالم 24-7 ببيوتن ويقضوا على كورونا ونجحت معهم الخطة مثلا في بلاد تاني يستعملوا خطة نفسية عبقرية لمكافحة كورونا قالي وهي انه ما يعترفوا انه فيه كورونا من الاساس ولا فيروس من الاساس وسموه رشح وهيك بتكون مثلا المنطقة محمية بس انه عنده جريب ممكن يموتك او رشح ممكن يؤتلك عادة بلبنان يا جماعة الدولة ملاعت مريد لا مناعة القطيع ولا الحظر الكلي كانت ابدأ من ذلك كليا بتاتا كليا منعا قاطعا عربي انا كمان اهدمت خطة زكية جدا ومحبوكة ومتل هالسعب يعني ده مجد بان الخطة تاني وخلقت خطة اسمها حظر القطيع يعني منفلت كلنا بالنهار زي القطيع وبس تغيب الشمس بيحظرونا بالمزرعة وهي ده حقيقة ابتكار يسجل للدولة اللبنانية باب اول ولكن الاهم عندما الشمسه تنزله الى البحر شوفوا العماءة بالعماءة عماءة يعني مش مزح بالعلوية عندما الشمسه تنزله في البحر وتأتي مكانها النجومة تزينه السماء والقمر يصعد مكان السمسه كان فيك تقول خلق ابو طلال وتقول تعتم من الاخر بلا ما نلفه ونفزقه الاهم يا جماعة هل لما تعتم الدنيا هل القطيع عم يخافه ينضب او الزئب ده خلقه يدليل حقكن حمد الله نسبة الالتزام عم تكون مسلسعة شدن 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 يعني مناطق تسعين بالمية ومناطق سفر بالمية بس هم بكون الحق عالدولي بعدم الالتزام لانه جماعة السفر بالمية مفقلين انه قورونا هي لازم تلتزم ببيتنا وهن يفلتوا بالشوارع لذا وجب التوضيح هاش راح تكون انا شعب بسير جماعة في شعب وفي قوة امنية وفي قولونا هين اللعبة معادلة بسيطة القوة الامنية لما تاخد قرار والاقفال قولونا بتخافه بتهرب لانه بتصير تمشي بالشارع انت متلاقيش حدا تلعب معه بتموت بعد الساحة خمسة بتعتم الدنيا بيش العاو مفروض كل العالم تكون ببيوتا عمشي هنددى القولونا خايفاني مع ابوها بسكية بس اللبناني وتيزوا بطرعاه بقدار سيعوا دكتار وخاصة اللي عم يتخان اوه نصوانه بالحجر عم ينزل يفشق القباب بدخ البنية هلا كل محلات مسكرة صحيح مصبوط انتزمتوا انتوا ايو الشعب اللبناني الازي اجلوا واحترم بس بقلب هيد المحلات كل شي طبيعي كل المحلات مسكرة بس بقلب هيد المحلات كل شي طبيعي الفرار عم يعزن جوها مسكر الباب ويوجد سمسم طبع الفلافل عم يقرص ويقلي طبع البراضي عم يخيط يعني انت اذا بتطرق صفايرة واحدة بتلاقي كل الجرارات فتحت وبيرجع بصير في عشق عادة هلا كورونا ما تشوفها المنظر بتنشل بتقعد بالزاوية بتصفق بحالة وتقول مش كنت مصروطة بس صين انا والله نجو جيت عهدى البلد بس هو جيت عهد سعب أصلا هي بسعافة انه لا كورونا ولا باية كورونا بأثر باللبناني قد ما متحمل وشايل على كتافه اللبناني مشاكل ومصايف هلا اكيد كلكم مكتقبال وعم تسألوا حالكم كيف راح نخلص من هالوباء هي واحدة من لكنان يا منسير ماما انا معي كورونا بسيطة حبيبي سلامتك يا قلبي اسربك باية ليمان يا بيز اللقاح ومنتلقح كلنا بس بما انه نحنا بلبنان اكيد حيصير فيه صفقة اللقاح رقزوا معي صفقة اللقاح من السياسيين وتلتزيم اللقاح ولح تجي وسقة لقاحات وتعفن لانه معنا قهربة مبرضة فعالارزح هنعيش سيناريو ماما وعصير الليمون forever good evening يا الدولة